مراهقة فرنسية تدعى باسم ميلا تبلغ من العمر 18 عاما كانت تقوم بعمل عديد من الفيديوهات وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستجرام، تيك توك تهاجم فيها الإسلام وأيضا المسيحية واليهودية لأنها ملحدة وتقول بأنها تكره الأديان أبناء المسلمين في الأراضي الفرنسية رفضوا هذا الأمر وهاجموها مرارا وتكرارا الحكومة الفرنسية وبالتحديد رئيس الفرنسي منويل مكرون حينما رأى بأن هذه الفتاة الفرنسية تهاجم الإسلام أعلن عن دعمه لها وتحدث عن حرية الرأي والتعبير بل أذهب بأن المحاكم في فرنسا قامت بإصدار أحكام تتراوح بالسجن بين 4 أشهر لـ 6 أشهر لعدد ممن وجهوا انتقادات حدة لتلك الفتاة والمراهقة الفرنسية ميلا محامي تلك الفتاة قلب أنها تعرضت إلى تهديدات بالقتل والاختصاب وفقا للبيان الذي أصدره لكن هناك حالة من الغضب بين الأوساط الإسلامية تجاه هذه الفتاة وما ذكرته عن الإسلام وعن المسلمين إمام مسجد باريس الكبير الشيخ شمس الدين حفيز قرر استقبال هذه المراهقة الفرنسية في المسجد الكبير بالعاصمة الفرنسية وأهدى لها مصحفا مترجما باللغة الفرنسية وتحدث معها عن الإسلام وعن دور المسجد في الإسلام ووضح وفند لها الإدعاءات الباطلة بحق الإسلام والمسلمين كثير من المتابعين انقسموا حول هذه العملية البعض رأى بأنها تدلل على سماحة الإسلام وأنه بالفعل لابد من أن ندعو الجميع للإسلام ونظهر لهم حقيقة الدين الإسلامي العظيم البعض الآخر رأى بأنها لا تستحق تلك الزيارة بعد هجمها الحاد على الإسلام دعونا نلقي نظرة في الصورة الأولى التي لدينا على ما ذكرته المواقع الإخبارية العالمية كاليورو نيوز وكالة الأنباء الفرنسية كل الصحف الإخبارية تحدثت عن هذا الأمر البداية من روسيا اليوم والتي كتبت لتقول انتقدت الإسلام بشدة عميد مسجد باريس يعني وفقا لما ذكرته روسيا اليوم عميد مسجد باريس طبعا نحن نقول إمام مسجد باريس يهدي مراهقة فرنسية مصحفا ويقودها في جولة داخل المسجد طيب دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية التي لدينا والتي تشير إلى هذا الأمر من روسيا اليوم إلى اليورو نيوز أحكام بالسجن بحق 11 شخصا في فرنسا بعد تهددهم مراهقة انتقدت الإسلام ترجمة نانسي قنقر